أيها صورة تمام كريتي تلات ملفات كده أو كريتي ملفين وديريكتوري نعم مشكلة عادي بصي هتكتبي ولا إيه خلاص ناشي كمان خلاص ناشي سكيب هتكتبي حاجة دبيو كيو كمان واحد كريتي كمان واحد ماشي ماشي طيب كريتي دايريكتوري اس بس خلاص اللي اس بقى يا فعليا بقى عمدها اس واحد لو تلاحظوا كل هي برضو مشغالة على نسخة سنتوز لو تلاحظوا الألوان مختلفة عن ألوان كرولوس وأنا ما عنديش ألوان أصلا الحمد لله فكده تمام طيب بصي بصي يا صار احنا هنكريت archived compressed تمام ماشي هنعمل ايه بقى طار طار خلاص space بصي طالما احنا هنكريت صح بس طالما compressed بقى يبقى حطي زد تمام والVF زي ما هي برافو اسم الطار اللي انت عاوزة بقى زي ما انت عاوزة وليكن مثلا sequence sequence s e q تمام ماشي من الشرط كلها بصي s e q بس اه ضطار صح ضط لا مش هتبقى ضطار بقى ضط t g z تمام هتحطي جواها ايه بقى s و s1 و s2 ايوه ما احنا هنحطوا ال directory وال files ماشي ماشي انتر ماشي ls كده شوفوا t g z تمام يبقى انا فعليا هنا tar tar و j z اللي هو compressed تمام طيب عاوزة يا سارة تعملي trace يعني تعملي list نفس الامر بس c تبقى تين ماشي ارجعي بالcursor عادي مش انت كده بتمسحك لا خلاص انا كنت اشوف حاجة تاني ماشي 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 لا ماشي بس هو المفروض انك مكنتش تحط ال s و s1 و s2 تمام طيب يبقى انا فعليا هنا طيب شوفي بقى extract ماشي شوفي الاكستراكت ls مش هتبقى بينا لان احنا هنبقى في نفس الفولدر اعتقد ls مش هتبقى بينا لان احنا في نفس الفولدر اعملي move لل sqtgz ده جوه ال s ls .tgz شوفي بيقولك no such file or directory ليه عشان انت مش مكملة بالاختصار بتاعه ماشي enter وبعدين cd بقى ls تمام ls بقى نفذي نفس الامر بقى اللي فات بالاسهم يعني شوفي الاسهم ايوة ايوة ده تمام انا لما همتحنكو لما همتحنكو هجبلكو data فيها يعني انا هجيب ملف الملف ده ممكن يكون dot bz2 ممكن يكون dot tgz الملف ده فيه data فيه genomic sequence وقلت اذا بايو انفورماتيشن سيرش مثلا على السيكونس ده جوه الملف فانت فعليا عشان تسيرش هل انت محتاج تعمل compressed or archived or archived or unarchived ولا لا ولا هتعمل سيرش على طول still انت تكون فاهم انت هتشتغل على الملف ازاي ماشي يا صور شكرا لك archive and compression زي ما اتفقنا احنا بس هنحط الزد في كله الزد بمعناها create tar with gzip compression with gzip compression تمام طب لو الملف بقى dot gz على طول الملف dot gz على طول ما فيش فيه t فانت عشان تضغط الملف بتعمل gzip file وعشان تعمل unzip للملف بمعنا اضاق انك تعمل decompress للملف بتعمل gzip dash d لو تلاحظ gzip بتاخد الملف اللي مش مضغوط وتضغطه ماشي انا مش عارفة انتو بتضغطوا الملفات بان هي برنامج والzip برضو اعتقل بيبقى شغال عالوندوز الويندرار والzip خلي اتنين ااااااااااا تكونوا حاطين في بالكنا طيب الزد dash r تمام file dot zip وبعدين الفايل كده معناها انت بتعمل decompress للفايل ده وهيبقى اسمه file dot zip وممكن ما يكونش فايل بس ممكن يكون file وdirector فانا بعمل zip dash r file dot zip file واحد وmy directory يعني هو عاوز يقولك ان الفايل dot zip ده الناتج ده الريزم اللي هو file dot zip جوا ايه ممكن يكون file واحد وممكن يكون file وdirector وممكن يكون جوا اكتر من file عشان تعمل unzip فunzip file dot zip بسرعة هعمل معاكم الحاجات دي print working directory تمام اللي slash f انا هعمل ايه احنا هنجرب جيزب ماشي لو انا قلت جيزب مثلاً سارا وان سارا وان اهي سارا وان تمام ماشي وبعدين اللي اس سارا وان ضد جيزب خلاص يبقى اهي سارا وان ضد جيزب لو انا قلت جيزب داش ار سوري داش دي بقى داش دي مش داش ار داش ار مع الزب داش دي مع الجيزب تمام؟ هعمل داش دي وبعدين هقول سارا وان ضد جيزب سارا وان ضد جيزب وبعدين عملت سارا وان ضد جيزب سارا وان ضد جيزب من غير الامتداد او من غير الكمبريجن طبعاً هي كل الفايلز دي فايلز صغيرة ففعلياً مش مساحتها كبيرة ومش هيدان دا تمام؟ تعالوا نجرب طالما انا بحب اجرب معاكم بصوا كده لو انا قلت لس داش ل بصوا كده سامبل.فاستاكيو سامبل.فاستاكيو السايز بتاعه اثناشر الف متين تمانية واربين اعتقد بيت السابس 1228 تعالوا لو احنا عملنا جيزب لسامبل بيتفاستاكيو ماشي شوفوا كده الس بتاشئل شوفوا كده 4172 شوفوا الحجم أقلت تقريبا النص مش النص بس تقريبا يعني يقل من النص يقل من النص يقل من النص ماشي يقل من النص فهمتوا الفكرة؟ فهمتوا ليه؟ انا بضطر ان انا بعمل الكمبريشن وعلى فكرة اوقات كثيرة الكمبريشن ما بيفرقش يعني فاكرين لما بتقولك بتحاول تضغط الملفات والملفات اصلا لما تضغط بتبقى هي هيب نفس السوائز ده بيبقى عيب في الكمبريشن المستخدمة بصوا كده يعني حاجة زي الفاس الفاسة فايل ده شوفوا الحجم أقدي ايه بالفايتس تعالوا نجرب نفكو او نضغطه جي زب ده تمام خد وقت ليه خد وقته عشان ملفه اصلا حجمه كبير فلما الملفه حجمه كبير بياخد وقته في عملية الايه؟ كمبريشن على ما ياخد يخلص كمبريشن وعلى فكرة الكمبريشن طايم برده مهم كمبريشن طايم مهم فانت لما تيجي تعمل الالجوريزم في الكمبريشن حطة بالك الوقت اللي اتخذوا الانجوريزم دي وتشتغل على ملفات ممكن توصل حجمها قد ايه عموما على ما يخلص اكون انا شرحت لكم حاجة تانية فكده احنا جربنا الجي زب والجي زب داش دي طيب نجرب الزب في ترمينال تانية انا عاوز اعمل نجرب الانجوريزم ستكون كنترول ايه كنترول تي كنترول تي كنترول تي كنترول تي كنترول تي طيب بصوا كده انا دلوقتي عاوز اجرب ايه عاوز اجرب اول حاجة اشوف انا الثانية ماشي انا عند نفس الملف طيب بيقولي هنا زب لو انا عملت الاس وروحت قلت زب داش ار ماشي زب داش ار وبعدين اسم اسم الملف اللي انا يعني اللي انا عاوز اعمله زبين بمعنى ابقى هنا انا لو هنا عندي اكتر من ملف عندي صارة واحد وصارة اتنين وصارة تلاتة فانا كأني هقول حط صارة واحد وصارة اتنين وصارة تلاتة في ملف اسمه سارة ضد زب ده اللي أنا عاوز أخبره يعني أنا فعلياً هنا هعمل إيه كل ده أنا هعمله هقوله زب داش آر أنا عندي هنا سارة واحد و سارة اثنين و سارة تلاتة فهقوله سارة ضد زب ماشي حط فيها إيه سارة واحد سارة اثنين سارة تلاتة كمان لو أنا عملت اللي اس هنا هلاقي إن أنا عندي ملف اسمه سارة ضد زب كإنها سارة واحد و سارة اثنين و سارة تلاتة جوة تلاحظوا هنا كإنه عمل إيه عمل زي إيه صح براف كإنه جمعلي التلاتة في ملف عمل أركيب و عمل كومبريشن بس باستخدام الأمر ذات نفسه ما عملناش طار و زب طار و جي زب لأ من الآخر كده كإنه جمعلي سارة واحد و سارة اثنين و سارة تلاتة في ملف اسمه سارة والنلف ده كومبريست تمام؟ لو أنا عاوز أعمل أنزب يبقى أنا كل اللي أنا هعمله هنا عشان هنصى الأمر برده فأنا فعليا هنا كل اللي أنا هعمله أنزب أنزب مفيش أر هاجي هنا أنزب بيقول لي أصلا أنت موجودة عندك سارة واحد و سارة اثنين و سارة تلاتة فأنت عاوزة ريبليس دول يعني عاوز من الآخر لما أنا بحاول أن نعمل أكستراكت الفولدر في نفس المكان اللي فيه نفس الملفات فهو بيقول لي أنت عاوزة تعملي أوفر ريتن نو يس ولا كده فأنا هقول له يس ريبليس يعني آه يس ماشي قال لي إكستراكتنج سارة واحد هو بيسألني بقى لكل واحد هل أنت عاوزة تريبليس سارة واحد فأنا قلت له يس هل أنت عاوزة تريبليس سارة اثنين هقول له يس هل أنت عاوزة تريبليس سارة ثلاثة هقول له يس تمام اللي إس هنا يبقى احنا بس نفهم فعليا الأمر الزب ده كأنه عمل أرقيب وممكن ملفه واحد عادي لو أنا عملت كده سارة واحد وعملت سارة واحد دوت زب ماشي اللي إس سارة واحد دوت زب تمام بس لو تلاحظوا هنا أنا ستل لسا عندي سارة واحد لكن في الجي زب هو هو نفس الملف خلاه كومبريست لكن هنا عمل نسخة تانية من الملف بس نسخة كومبريست بصتو الديتيلز دي أنا عارفة ان هي يعني الديتيلز مش هتبقى انت مش هتبقى فرقة معاك انت بس اللي أنا عاوزة وصدقه ان الجي زب اشتغل على نفس الملف وطلع منه نسخة كومبريست هنا كارية ملف تاني كومبريست من الملف الأصل تمام؟ طيب ماشي والأنزب احنا خدناه نيجي نشوف الويندو التانية لسا لا تمام هي خلصت الويندو التانية تمام خلصت هنعمل امر كلير اهو لو تلاحظوا الملف كان حجمه قديه قبل ما اعمل امر كلير حداشر مش عارفة مش حداشر بقى اشوفه كام صفر واحد نين تلاتة اربعة خمسة واحد نين تلاتة اربعة خمسة ستة اه اقرأوا انتوا بقى ماشي لو انا عملت هنا لسا اقرأوا ضد فاسطة ضد جي زبت تمام؟ هو هنا لو واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة الى حد ما يعني هو مش هنا فعليا ما قالش بالنسبة اللي احنا كنا حاستين انها ممكن تقلي بيها بس استيل قلت عن الاول طيب عشان الملفات دي انه هرجع اتعامل معها تاني انا فعليا عوزة اسمبل بوت فاسطة كيو ضد جي زد ده هعمل لها جي زب يعني كان اسمها جي زب داش دي اسمبل بوت فاسطة كيو تمام؟ المقس اهي اسمبل بوت فاسطة كيو على نفس الملف ماشي التاني جي زب جي زب هنا هاخد برضو واحد خلاص كده تمام؟ نركز بعده عشان ده مهم جيد الجنوميك داتا اللي هتبقى جاية لك أزا بايو انفورماتيشن بتبقى جاية في ملفات لها امتدادات مختلفة الامتداد الأولاني ضد فاستا كيو الامتداد الثاني ضد فاستا الامتداد الثالث ضد بد الامتداد الرابع ضد سام الامتداد الخامس ضد بام الامتداد السادس وهكذا امتدادات كتيرة او لو انت عرفت الامتداد هتعرف الفايل ده طلع منين وهتتعامل معاه الزي زي ما قلتلك كده انت فعليا لما تطلقت الامتداد بتعرف الملف نوعه ايه وفي نفس الوقت أنهي برنامج هتقدر تتعامل معاه وأنهي كماند هتقدر تستخدمه عشان تقرأه انا مش هكلكع الدولة هعرفك شوية بشوية كل ملف هنستخدمه في ايه لما نيجي نتعامل معاك اول حاجة هعرف خلق النهاردة الفاستاك تيو والفاستاك انا شرحتهم المرة اللي فادت كده تشاش بس يهميني النهاردة انك تكون فاهم اول حاجة الفاستاك تيو فايل هو ملف بيطلع من الميكست جونريشن غالبا من السيكوانسنج ماشين اللي اسمها اليومنا بكل مشبهات الماي سيك والهاي سيك والكلام ده والنوغا سيك والكلام ده ممكن تقول ان ده الستاندرد فورمات اللي شغال دلوقتي واللي الجنوم ده تهديلك به كل ريد كل حتة من الجنوم تمثل باربع سطور كل حتة اتقرأت من الجنوم تمثل باربع سطور خلاص في السوق دلوقتي شغال ايه ان لو الفايل مش جالت بالفورمات بتاع الفاستاك تيو فيه تول جهزة تحول لك الملفات لفاستاك تيو يعني لو انت عندك برنامج ما بيقرأش غير فاستاك تيو فايل ففيه تول جهزة بلت ان تولز موجودة في السوق كل اللي هتعمله انك هتاخد الملف بالامتداد المجهول تحولها لفاستاك تيو عشان الكود بتاعت هيشتقل على الفاستاك تيو الشاطر البيو انفورماتيشن الشاطر ما يحددش نفسه بداتا فورمات معينة يعني تعمل برنامج مفتوح يقرأ لك فاستاك تيو فايل يقرأ لك فاستاك تيو فايل يقرأ لك بيت فايل يقرأ لك جي تي اف فايل يقرأ لك كل الملفات طبعا كل ملف من دول بيبقى معمول عليه بروسسنج بطريقة معينة فبناء عليه التول اللي هتتعامل معاه بتبقى عارفة ان الملف جاي لها بأني شكل انا في الكلية مثلا لما باجاش راح النظر بتاع البيو انفورماتيكس بطبط من الطلبة انها تعمل برامج بالبيثون تقرأ الفاستاك تيو فايل هل انت اذا بيو انفورماتيشن هتعمل برنامج يقرأ الفاستاك تيو فايل لا فيه تول جهزة بتقرأ الفاستاك تيو فايل وما اللي انا بعلومها في الكلية كده عشان تتعلم لما ينطلب منك تكتب برنامج يقرأ الفاستاك تيو فايل تقرأها ازاي وانت فعليا وانا بشرح لك الفورمات بتاع الفايل انت أوتوماتيك هتستانتنج أصلاً إزاي تعمل برنامج يقرأ الفرصة في وفضل كل حتة من الجنوم أول حاجة إحنا عارفين إن السيكوانسينج ماشين بتاخد دي إلي إيه سامبل السامبل دي بيحصل سيكوانسينج إليها وبالتالي بتطلع لك الجنوم حتة كل حتة بسميها ريد والريد دي بتبقى متخزنة في فايل الفايل الواحد ما بيبقاش فيه ريد واحدة بيبقى فيه بليونز وفريد زي ما قلت لك كده الجنوم حجمه 3.5 بليون حرف اتقرأ لك على مثلاً 600 ألف ريد 700 ألف ريد 100 مليون ريد 300 مليون ريد فعدد القراءات اللي الجنوم اتقرأ فيها كم ريد كل ريد ممثل بأربع سطور ومحدش يقول لي ليه ده فورمات سيكوانسينج ماشين اللي اسمها اليومنا عملته واشتغلت بيه وبقى فورمات معين ستندرد بقى بتطلع لك الداتة بيه أذا بايو انفورماتيشن تتعلم الفورمات تقرأه عشان تعمل تشتغل عليه أول حاجة ثاني اللي تقرأ منها الريد ثاني أول حاجة آد بعدين اسم الريد بعدين اسم الريد غالباً ممكن يكون اسم السامبل أو اسم الرن فانت عشان تعرف ان الريدز دي كلها فرن واحد ممكن يكون كلهم ليهم نفس الرقم اللي برة أو اللي قدام ده بس فيه أرقام تانية بتختلف على أساس ان ده رقم الريد مثلا الريد رقم كان فرن رقم كان ماشي بعدين احنا كنا عارفين من المرة اللي فاتت ان فيه حاجة اسمها الفلوسل والفلوسل فيها تمانية لان وفيها أكتر من لان فانا كمان عاوز أعرف رقم اللان اللي قرأت اللي الريد ده طلع منه يبقى رقم نوع الفلوسل أو الايدنتفيكيشن بتاع الفلوسل وبعدين رقم اللان وبعد اللان بقى بوضو الـ X والـ Y إحداثيات معينة ومن الآخر كده هو عاوز يعرف كل المعلومات عن الريد ده طلع من أنهي حتة في السيكوانسيج ماشين هل هيفيدني أنا أزا بايو انفورماتيشن في حاجة لا هل هيفيدني أنا أزا كومبيوتيشنال أزا بايولوجيس في حاجة ممكن ممكن لو عاوز أعرف هل السامبلز حصلها مثلا لما يكون عندي أكتر من رن هل فيه ريتز راح من وغالبا ما بتحصلش بس هي الفكرة ممكن دي معلومات عن السيكوانسينج انستيريومنت وانت أزا بايو انفورماتيشن مش محتاج المعلومات دي يعني أقل أقل حاجة مش محتاجة قصة وما نحنا بنعمل ايه بنبسكارد السطر ده يعني من الآخر ما بقرهوش ما يهمنيش في حاجة بس أنا كل اللي أنا ببقى عارفا إن ده الريد هيدر الريد هيدر مش هيدر للملف ده الهيدر للريد ثاني سطر الحتة اللي تقرأت اللي هي الـ DNA سيكوانس الفعلي اللي تقرأ من الجنوم اللي هو سي تي 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 سي تي مش عارفة إيه يبقى الحتة اللي تقرأت من الجنوم هاي تالت سطر زائد زائد علامة الزائد ثابتة ووراها ساعات بيبقى فاضي أو ساعات بيبقى نفس الهدر اللي موجود جنب الآن يعني ساعات تلاقيه فاضي كده وساعات يقولك زائد ER00589.4 يعني نفس الهدر ده بيتكرر ده هنا بعد الزائد السطر الرابع كل حرف اتقرى من الجينوم وصاده ASCII character بيقولك الحرف ده accurate بنسبة الدين تاني السطر الرابع وصاد كل حرف اتقرى من الجينوم ASCII character يعني character بالاسكي هنفهم يعني ايه character بالاسكي المقابل لها انه كل حرف وصاده character ممثل بالاسكي والانتربريتيشن بتاع الاسكي ده بيمثل الحرف ده accurate بنسبة الدقيق as the bio information انا بستخدم quality score دي عشان اتأكد ان الحرف ده مظبوط ولا في مشاكل مش لوحده كفاية مش لوحده كفاية الquality score بس ده indication في برامج كتير بتعتمد على quality score دي عشان اقدر اقول c دي مظبوطة ولا كان اصلها t t مظبوطة ولا كان اصلها j عدد الحروف اللي موجودة مقابلها عدد الحروف اللي تحت اللي بالقصري ساعات accident اللي كده حابدي يقول لي هو ازاي دي ان ي sequence في i وفي b وفي j لا يا بابا ده يعني في ناس شافت هنا c فقالت c ده حتة من الجنوب دي الاسكي characters المقابلة للحتة من الجنوب اللي بناء عليها بقدر اعرف الquality score طيب سؤال بقى لما عوز اعرف الread length هنا هاعرف ازاي معد الخروف اللي هنا 1 2 3 4 5 6 7 8 بعمل اعاد string dot length او length للstring وعلى فكرة عشان انا مش فكرة بس تعتقد ان 111 دي هي اللي تمثل read length ماشي يعني ممكن اعرف من header ممكن اعرف من header ماشي بس منطقيا اذا bio information انا بقرأ اللي string جاية دي وبعد عدد الخروف اللي فيها او مش بعد عدد الخروف string length او string string dot length على حسب انتها تستخدم انه بغض برمجة او length وفي string ففعليا بتطلع لك string length وبرضو لو انا عديت عدد quality score معونا فعليا عدد quality score من مقابل لعدد الحروف طيب لو انا قلتلك لو انا قلتلك ملف في ملف فاصطة q5 في 4000 سطر ملف فاصطة q5 في 4000 سطر عوز اعرف في كام ريد سوان هو نادل ما هتربط تمام فضال يا نادل حال يبقى كام bravo ده سؤال كان في الفاينل وهيجبكو في الفاينل بتاع المبدأ بتاع البعي وش المد bravo تمام bravo لأننا فعليا ممكن as a bio information على فكرة ده في برامج كبيرة معمولة عشان كده حدا يقولي برامج عشان تعد عدد الريض اه طبعا انت فعليا على فكرة البرامج دي مش وووو ماذا هو واحد كل اللي عمله إنه عمل wc-l wc-l دي بتطلع لك عدد الـ lines اللي موجودة فالفاينل كوماند على linux هنشوفه بعد شوية ماشي وبعد من قسم على 4 نحن بقى بنعد عدد اللاينز دي كلها هي بس كده صح بنسم على ربع عشان فعليا كل ريد ممثل باربع طيح حل يبقى دي اول حاجة حاوز يقولك هنا اتبكى لو انا عندي ربعمائة مليون ريد لو انا عندي ربعمائة مليون ريد العكس بقى ربعمائة مليون ريد فانا اضرب فاربع عشان اطلع الفايلز هيبقى فيه كاملون يبقى اضرب فاربع وقسم على الاربع على حسب انا عاوز عدد اللاينز ولا عدد الريدس ولا يساوي عدد اللاينز عدد الريدس لان كل ريد تم لتنفيله فاربع طيب ركزوا بقى معايا في الحتة دي عشان دي الحتة المهمة بنا انا عرفة انا كل سلايز اقول دي الحتة المهمة خير بصوا كده في حاجة اسمها كواليتي سكور ماشي؟ الكواليتي سكور دي بالكون سكور بتاع البايو انفورماتيشن من صفر الاربعين او من صفر الخمسين وممكن تكون من صفر الى مالا نهاي المهم ان هي من صفر صفر عشرة عشرين تلاتين اربعين الناس بتوع البايو انفورماتيكس اللي شغالة في شغل البايو انفورماتيكس بيقولك اي سكور تلاتين فما فوق فالحرف ده تراستيت واعتقد كان كورولو استألني في حاجة زي كده او مش فاكرة مين اللي سألني بس عموما قال لي بناء على ايه؟ بناء على الشغل بتاع الاناليسس بتاع يعني من الاخر كده ناش شغالة ريسيرش في الطايو انفورماتيكس مطلعين كده اي شغل تلاتين اي سكور تلاتين فما فوق يبقى ده تراستي وفيه ناس تانية تقولك لا خلينا 25 فما فوق هما ليه بيقللوا ليه بيقللوا اللي سكور عشان ساعات لما تبقى ده تتا كلها كل يعني تخيلوا ان الده تتا كل ده اللي طالع من سكوانسي الماشين طالع سكور 25 فمعنى انك تسكلونت الثلاتين فما فوق يعني تحط ببالك الثري شوض الثلاتين فما فوق يبقى كده الده تتا كلها ضائعة فاهم بنقلل شوية على اساس نعمل سلاحية يعني ومن الآخر على حسب الدات اللي قدامك فتقدر تحدد انت طيب انتي قلت لنا 30 فما فوق او صف من صفر الخمسين انتي هنا بقى ال ايه قصادها اتش عرفت من اين بقى ال اتش دي 30 ولا 50 ركزوا معين كل حرف من ال دي ان ايه قصاده quality store ال quality دي ال quality دي محسوبة بمعادلة اسمها q بتساوي سالب 10 log b للأساس 10 كلكعة الدنيا يا صار طيب بصوا كده ال b probability ان الحرف ده اتقرى غلط ال b probability ده ان الحرف ده اتقرى غلط لو انت معاك ال b وعوطف المعادلة هتقدر تستنتج ال q طيب انا هعرف منين ان الحرف ده probability بتاعه اتقرى غلط هعرف منين على كترة شرحتها لما انا اتكلمت عن بصوتي ال b محسوبة وعوطف المعادلة محسوبة لما اتقرى غلطة المعادلة كل حرف مفاوضه quality score والquality score بحسبها من المعادلة اللي قدامي اللي هي الكيو بتساوي سالب عشرة لك بي للأساس عشرة ونجعت وقلتلك ان البي دي عبارة عن probability ان الحرف ده تقرى غلط وقلتلك لو انا عرفت ان الحرف ده تقرى غلط بنسبة الدي او probability بتاع الحرف ده تقرى غلط يعني لو اعرفت قيمة البي هعوض في المعادلة دي دايريكت عشان استنتج الكيو صح طيب البربابيليتي بتاع الحرف ده تقرى غلط اجيبها منين لشانا قول اه error rate بصي عشانا يكون ماشيين في نفس الخط لشانا لما جيت اتكلمت عن السيكوينسي الماشيين قلت ان كل سيكوينسي الماشيين لها error rate يعني نسبة error بالضبط فانا فعليا لو انا عرفة ان الريت دي طلعة من اليومنا فانا متأكد ان انا هعرف احسب البربابيليتي ان كل حرف اقرى بنسبة الدي ايه error؟ هبقى عرفها من خلال معرفة المسبقة بالسيكوينسي الماشيين اللي طلعت الفايلز منها صح؟ لان فيه standard اتفقنا ان فيه 1% فيه 2% فيه 3% فيه 5% كل سيكوينسي الماشيين لها error rate والإيرو ريت ده معروف مسبقا وبناء عليه اقدر ان انا عوض بالبروبابيليتي دي في الكيو صح؟ تمام شكرا يا نادي الإجابة ان كل سيكوينسي الماشيين لها بروبابيليتي اوف ايرو والبروبابيليتي اوف ايرو دي معروفة مسبقا بناء على نوع سيكوينسي الماشيين لما اتفقت معاكم ان السينجر كانت احسن حاجة بس السينجر خلاص انقرضت ففعليا دلوقتي بقى عندنا اليومنا اليومنا احسن من الباك بايو بس اليومنا بتطلع اقصر فالباك بايو بتطلع اطول فاتفقت معاكم حتى اياميها ان احنا نعمل حاجة اسمها هايبريد هايبريد يعني ايه استفيد من الكمبيلمنتري اتريبيوت ان الماشيين بتاع اليومنا بتطلع اقصر بس اكيوري وان الباك بايو بتطلع اطول بس مور ايرو فنعمل الاتنين مع بعض يتديني حاجة بين الباك بايو عموما عشان ما انتوش انا عشرح لكم البيت دي بالتفصيل ان شاء الله في الكورس بتاع الباك بايو ثوباتك عشان احنا نشرح احتمالات بقى ونشرح ونشوف بتتحسب البيت ازاي اللي انا بس عاوز وصل له حاجة ان البي معلومة والبي معلومة لو هي معلومة فانا بضيف المعادلة فتبقى الكيور انت اذا بايو انفورماتيشن برضو ما وصلتش للحال طب انا بقى عام بالكيور بيقولك طالما عندك الكيور طالما عندك الكيور ضيف عليها تلاتة وتلاتين ضيف عليها تلاتة وتلاتين تمام وبعد ما تضيف على الكيور تلاتة وتلاتين شوف المقابل لها في جدول الاصر يعني لو انت عندك الكيو ستة وتلاتين بوينت سبعة ماشي؟ اول حاجة لو الكيو عدد عشري قربها لقرب انتجر يعني ان هو ستة وتلاتين بوينت سبعة فهتبقى كام؟ هتبقى سبعة وتلاتين خلاص سبعة وتلاتين ضيف عليها تلاتة وتلاتين لما تضيف عليها تلاتة وتلاتين يبقى الناتج سبعين روح لجدول الاسكي اني مش عارف جدول الاسكي طبعا ده هنربعه سنة اولى ماشي لان جدول الاسكي ده اللي هو من خلاله الكمبيوتر بيقدر ينتربريت الكليكس بتاع الكيبورد كل حرف كل ضغطة كل حاجة بيبقى مقابل لها ديجيتال فورمات فجدول الاسكي ده هو التشارت اللي من خلاله الكمبيوتر بيقدر يقرأ الخروف ويتعامل مع الكراكترز والسبشال الكراكترز والكلام الاخرى عشان ملتوش السبعين دي هشوفها فين في جدول الاسكي هبدأ اشوفها هوت اهو فين السبعين اهي سبعين تبقى اف يبقى الحرف هيتكتب حرف السي او الجي او التي اللي الكواليتي سكور بتاعه ستة وتلاتين بوينت سبعة هيتكتب في ملف الفاصطة كيو وصاده اف طيب سؤال بقى لو انت لقيت الحرف قصاده اف وعاوز تغرف الكواليتي سكور بتاعه هتعمل ايه هتعمل او انت واكلين ايه برافو مين هنت ويساعد برافو برافو يا ويساعد هي كل اللي قاليته ايه محنا اصلا حطنا الثلاثة وتلاتين عشان نطلع الاسكي فانا فعليا بس استني بقى يا وسام خليكي انت خبطيني الكلمة ومشيت انت لقيت حرف الاف تمام فانت كل اللي هتعمل ايه هتروح الاسكي صح تشوف الاف وصادها كام سبعين صح حلو السبعين هتشيري منها الثلاثة وتلاتين فيبقى كده الناتج سبعة وتلاتين صح سبعة وتلاتين يبقى الحرف تراستيد ولا انتراستيد برافو لانه فوق الثلاثين برافو عليك يا وسام يبقى نرجع تاني عشان نوضح الدول انا بقى في الكلية هقول لكم ايه اعمل لي برنامج يطلع الكواليتي سكور بالبيت كل اللي هتعمله ايه برنامج هياخد الحرف يحوله الاسف وبعدين يشيل منه الثلاثة وتلاتين بعدين يطلع الكواليتي سكور هعمل لك العملية العكسية المعيد هيقول لك طب يعمل لي العملية العكسية برنامج بياخد الكواليتي سكور وبيحولها الانكودد فريد سكور وناخد بالنا من كلمة فريد سكور دي هيعمل ايه هياخد الكواليتي سكور هيعمل لها راوندد لأقرب رقم صحيح وبعدين يزود عليها 33 وبعد ما يزود عليها 33 يشوف الحرف المقابل لأصل طيب ليه بقى بنزود 33 ده انكودد سكيما اليومنا كانت متبعاء وسمته فريد 33 يبقى اذا بايو انفورماتيشن اذا بايو انفورماتيشن لما تشوف كلمة quality score is انكودد يبقى انت فاهم هو ليه استخدم 33 اليومنا قبل الفريد 33 كانت بتستخدم فريد 64 تتوقعوا كيف بتعملها ازاي انتو نايمين والله المراضي على فكرة انا حسدتوك شاطر يعني اهو وصلت وانا عارفها انت بتسألي ولا هو السئلة انت بتسأليها اصلا مالهاش اجابة فاحنا اكيد عارفين خير ناشي يا باشوان بالصح فريد 64 اكيد كانت بتزود 64 وبتطرح اللي 64 قبل كده الماشينز بتاع اليومنا ابردو انت لازم تكون فاهم ادتا جيالك ازاي فريد 64 ولا فريد 33 وليه جيالي ازاي عشان لما اطلع التوالي تسكورت فالله ها مصبوط ماشي ففعليا زي ما هي قالت لو فريد 64 يبقى كانت بتضيف 64 لو فريد 33 يارو تضيف 33 طيب تفضل حال 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 تمام البيئة ابراظو برافو او 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 برافو علي او حسب الماشين اللي عم لا عارفة لي فاكرة لما انا قلتلي اليومنا كل ميت حرف بيبقى في ارور واحد فانت فعليا قبل المية قبلت يعني انت عندك عند المية في ارور بس التسعة وتسعين اللي قبلوهم ايه مصبوطين فاهماني فهتلاقي عند اللي قبلو quality score اعلى وعند المية دي ارور بس ده مش اجابة برضو منطقية لسؤال بصي انا هقولك على حاجة بس انت هتتوي مني بس بعدين ايه من الاخر كل حرف ليه صورة كل حرف ليه صورة في الماشين تمام ده شغل الرياضة بقى ده شغل الرياضة اللي كانوا بيسألوني ليه الكورس ده مختلف عن كورس الكولية انا في الكلية هجيبلك ايه الصورة المقابلة للحرف تمام وهعدلك كم ارور وكم اكيور يعني الاخر هيبقى فيه probability لكل حرف مختلف عن التاني هيبقى الجزء من ال probability المحسوبة للحرف هتبقى الجزء منها بس للماشين والباقي للصورة اللي متاخدة للقراءة بتاع الحرف دي فاكرة لما انا قلتلك ان كل حرف يمثل لي تفاعل reaction والcolor بناء على accurate detection بتاع الcolor الناتج عن التفاعل هيبقى المقابل accurate بتاع قراءة الحرف يعني لو من الاخر يا بشنوهندسة لو انت عندك عملت تفاعل والمفروض ان التفاعل اللون يظهر احمر عشان الاحمر ده تقول ان الحرف ده c تمام هو ما طلعش احمر بنسبة الدارك اللي انت عاوزاها لأ طلعلك احمر اللي هو قالب على برتوآني فاهماني فالصورة مش هتجيبلك احمر الصورة هتجيبلك الاحمر مائل للبرتوآني فهيبقى في الحالة دي فيه نسبة error بس برافو عليك انك انت بتفكري يعني فعليا بصي هو كلامك صح بس فيه حاجتين ان الماشين اصلا لها نسبة error ففعليا ال error هيقصر في حرف كل مية حرف كل الف حرف كل الفين حرف كده على حسن بتقرأ كل نسبة error بتاعها ايه ده اول حاجة تاني حاجة ان كل حرفي بيمثل كimage جوه السيكوانسي تمام؟ فهو تو اكيوريتلي انتربريت الامج دي هي اللي بتمثل الاكيوريت سكور بتاع الكواليت سكور بتاع بتاع الحرف انت هسجيلي المادة لو هسجيلي المادة انشع اللي هو بصي دعاية للمادة لو هسجيلي المادة بصي لأ سارة بصي هقولك على حاجة هبعتلك النهاردة على التويتر مش تويتر اسمه ايه ده يا ربي على التليجرام هبعتلك الصورة اللي انا بشرحها في الكورس تمام؟ لو في امتيها كان بها لو ما في امتيهاش تعالي خاص ونتكلم فيها تمام؟ عفوان عشان سجلت المادة ما سجلتاش هتبقى فهمه بعد هو اصلا غلط ان انا كنت تشرح الديتيلز بس والله يا الفكرة بس عشان تفهمه معي خير شكرا يا صار طيب كده يبقى الحرف الكواليت سكور ستة وتلاتين بوينت سبعة بس تل الحرف اللي هيتكتب اصاد اصاد السي او الجي او التي او الايه الاف طيب هنا بقى لو الايه اصادها اتش زي ما قالت زملتنا الاتش هروح جوه الاصتي هلاقي ان الاتش مقابل ليها 72 ففعليا اللي 72 هنقص منها 33 ففعليا هيكون اللي سكور بتاعي 39 فهتبقى trust طيب ركزوا معايا بقى لو انت عندك كيو بصفر كيو بصفر يبقى انت فعليا كل حرف فيه اروف لو انت عندك كيو بعشرة واحد من كل عشر حروف في اروف لو انت عندك كيو بصفر بصفر لو انت عندك الكيو بصفر يبقى انت به چوب بصفر ونحد ماليا كلحى engage فعشان كده عشان كده الناس بتحط 3-should بتاع التلاتين فما فوق 3-should عشان تحدد l-accuracy بتاع الحروف هنا l-accuracy هو بيقول لك صفر لو انت عندك صفر يبقى انت عندك صفر في المية accuracy لو انت عندك quality score بعشرة يبقى انت عندك 90% accurate يعني انت عندك 10% بس شك لو انت عندك بعشرين يبقى 99% لو انت عندك 30% يبقى 99.9 لو انت عندك 40% يبقى 99.99 وهكذا نفضل في الحالة دي من الاخر هو عاوز يقول لك كل ما زالت الquality score كل ما كنا more accurate about the data set كل ما قلت الquality score يبقى احنا كده less accurate about the data set يبقى الناس اللي بتقول لك 30% فما فوق عشانك 30% يبقى انت عندك accuracy 99.9 على فكرة الناس فيه ناس bio information بيعملوا ايه كل حرف اصابه quality score قليلة بيحط عليه علامة ان الحرف ده error ومعناها بيروح يعمل عليه error يبقى ده detect the error وبيروح يعمل error correction يعني لو cd اصابها مثلا quality score 10% فانا ضامن ان العشرة دي يعني هي error فانا حلها بقى ايه ناس تقول لك الغيها ومش هيأثر علي ليه بقى لان انا عارف ان sequenceing data كتير ومتكررة مش فاكرين لما انا قلت الحتة الوحدة ما بتتقراش مرة واحدة الحتة الوحدة بتتقرأ اكتر من مرة فانا عندي repeat data وسعليا عندي data كتير فمن الاخر مش هتيجي على حرف حرفين او مش هتيجي حتى على نص ففيه ناس ممكن تثرو ربع data تقول لك طالما data كتير انا مفيش مشكلة فيه لضندن تداتي وفيه ناس تقول لك لا كل حتة مفيدة فانا هدتكت ال error وهكوريكت ال error وفيه ناس تقول لك الغي وبس فانتوا من الاخر دي كلها اتجاهات في شغل البيوينفورماتيكس ومفيش حاجة صحة وغلاط فيه حاجة على حسب data set لو انت عندك data set كتير ايه اللي بيحدد عدد المرات بتاع التكرار كاكرين لما انا قلت ان انا عندي sequencing machine فيه حاجة اسمها ايه لانا عباد طلعوا دا اكتب عليكم عنكم الشعر على الفيس فيه حاجة اسمها ال coverage والcoverage دا بيمثل عدد مرات تكرار الحرف on average فانا لما عارف on average ان الحرف دا متكرر عشر مرات واتفقت معاك ولو العشر مرات تمانية منهم جي وهو سي واثنين منهم سي فانا فعليا ضامن ان الجي هي الاصحة مش السي يعني كل حتة من الجي ومش بتكرر مرة واحدة بتكرر on average coverage اللي هي بنسميها ال x لما يقول لك كمسة x 6 x 7 x 20 x 30 x معناها on average الحرف دا ملقرر 30 مرة طيب يبقى اتفقنا إذ العلاقة ما بين quality score وما بين accuracy تمام النوع التاني من أنواع sequencing data النوع اسمه الفاستا file الفاستا q تلاقي الملف .fasta q f s t q أو .f q يعني ممكن .f q .f e s t q الفاستا file ممكن يكون .fa fa .fasta .fast f es الملفات اللي هي بامتداد .fasta كانت بتطلع من sequencing machine أيام زمان غالبا من أيام السنجر بس دلوقتي sequencing machine ما عادتش بتطلع فاستا file عادت بتطلع فاستا فيه file و وفيه وفرمات ستا تمام الفاستا file كل ريد بيمثل بسطرين كل ريد بيمثل بسطرين الهدر وبدأت علامة أكبر من وبعدين الريد هدر أكبر من وبعدين الريد هدر الفاستا q الات وبعدين الريد هدر وبعدين الريد سيكوز الفاستا لا توجد فيها quality score وبالتالي بالنسبة للبايو انفورماتيشن هيكون الفاستا أحسن ولا الفاستا q أكيد الفاستا q لأن الفاستا q تديني additional information عن الأكوريسي بتاع كل حرف طالع من المشين طيب هنا لما يكون عندي فاستا file فيه 4000 line المفروض هيكون فيه cam read 2000 تمام تمام ما عليش عصا انا تهت تمام 2000 هو عمل اسم على 2 يبقى الفاستا q بنسم على 4 والفاستا بنسم على 2 تمام طيب دلوقتي بقى في 2020 مش في 2020 بقى من أول ما ظهرت الاليومنا وبقت الدومنا بتاع sequencing market وبعدين ظهر على فكرة الباك بايو والإكسفور نانو بور ممكن تطلع فورمات مختلفة وفي الآخر انت ممكن تحول الفاستا q بس من الآخر على فكرة الفورمات اللي طلع دلوقتي ممكن تكون signals ممكن تكون images still مش هنخش بحاجات تانية وكلفيع تانية لانا بس عاوز ان صلو حاجة دلوقتي دلوقتي انت اذا بايو انفورماتيشن لما تلاقي فاستا q فايل تعرف ان دي sequencing read لما تلاقي ان دي فاستا فايل تعرف ان دي reference gene من الآخر يعني ايه يعني معناها لما تلاقي فاستا q فايل تعرف ان دي حتة من gene و لما تلاقي فاستا فايل تعرف ان الحتة اللي في فاستا q اتجمعت وبقت حتة واحدة في gene غالبا الفاستا فايل بيتبقى read مش بتبقى read بقى تبقى chromosomes يعني من الآخر لو انت عندك human genome احنا عارفين ان احنا 23 bears of chromosome كل chromosome كل chromosome هيمثل في فاستا فايل اكبر من اسم chromosome وبعدين chromosome 6 يعني انا فعليا لو انا كل الكروموسومات بتاع human genome هتتحط في ملف واحد هيبقى عندي 46 كروموسوم كل كروموسوم بادئ باكبر من اسم الكروموسوم وبعدين الكروموسوم 6 او كل كروموسوم يكون في فاستا الواحد طيب ما الفاستا q بقى الفاستا q الحتة بتاع الكروموسوم الواحد يعني كروموسوم رقم واحد الحتة بتاعته مثلا قول 300000 حتة 300000 حتة هتكون في فاستا q 5 300000 حتة لما يتجمعوا في حتة واحدة هتكون في فاستا 5 يبقى الفاستا reference الفاستا q reads تمام طبعا اكمل كاميريا دكتور دكتور الدوش خير دكتور دكتور اه سوري على فكرة مسحت الامر عملت كامير للشاشة اللي انا خلت بعملها g on zip مشي عشان بس الناس تكون واخد بالها معي. بصوا كده. لو انا عملت هنا. بصوا كده. ده هو الريد الواحد. الريد الواحد بدي بقت. وبعدين الهيدر. وبعدين السيكونس. تمام. وبعدين البلاس. وبعدين الشباك. الشباك دي معناها الايه كويسة ولا مش كويسة. لو انا رحت هنا. حد شايف الشباك. الشباك 35 صح؟ حلو 35 شيل برافو انت قلت اتنين. برافو عليك. اه معلش انا محطش باني انك اصلا طلعتها. برافو. بصوا. يعني برافو ان هو طلحها. اهو. برافو. الريد. وعلى فكرة دي سيكونس الماشين دي داتا. طلع من سيكونس الماشين حقيقية. يعني فعليا انا منزلها حقيقية. بس شوفوا بقى قال اتنين. على فكرة حط الظلك برضو يا خالد ان اغلب الماشين بتطلع error في الاطرف. يعني ممكن الطرف من ناحية اليمين والطرف من ناحية الشمال. فلو تلاحظ كده. انت عارف غالبا بيعملك عملية ايه؟ حاجة اسمها تريمينج. عارف يعني ايه تريمينج؟ شيل البداية وشيل النهاية. وخليك في النص. طب انت هتشيل لحد ايه؟ مش بلاحظ انك ممكن تشيل الشباك 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 الشباك. لحد مثلا الكولون لو افترض. فانت عملت تريم للجزء ده من بداية الريد. عملت تريم بناء على الكواليتي سكور. انت وصلتوا يا شباب معايا. طيب. تمام. يبقى حتة. نعم. مش معنى بيطلع ايرو في الاطراف عشان فعليا فعليا كل طرف من دول. احنا كنا بنسميه سكوانسنج ري اكشن. تمام؟ عارف فعليا لما ان انا ابدأ. اه. هو فيه حاجة اسمها الدي ايه. فيه تفاعل. التفاعل ده على ما يبدأ يحصل السكوريشن. او على ما يبدأ يحصل ان فعليا فعليا تقدر الكاميرا تقدر تلقط صور التفاعل ده. وتبقى اكوريت. بيكون في النص مش في الاطراف. طيب. هقولك على حاجة. طب. الطرف ده بقى. انا ممكن اجيبه ازاي. ممكن اجيب الاكوريت بتاعه ازاي. الطرف ده يا خالد. هيكون نص في حتة تانية من الجينوم. مش انا قلت لك عملية الشيرد بتاع الجينوم اترانضم. فانا بقطع الجينوم حتة ترانضملي صح؟ انت وصلتوا معي مش احنا كنا بنقول كده ان انا بقطع في الاول الجينوم. مش انا في الاول باخد استمبل وبعدين بعمل لها شيرد. بقطعها رانضملي. وفعليا بعمل سيكوانسينج لكل حتة. الحتة دي ممكن تكون هنا حتة طرف. في حتة تانية بتكون في النص. ففعليا اللي بيحصل ايه. ان انت شلتها من هنا. بس فعليا في حتة تانية هي بتكون في النص ومش بتتشال. وفعليا فعليا بتتقرى. فانت لما بتيجي تعمل جينوم استمبلي. الحتة دي بترجع تجمعها عشان تطلع الجينوم الاصلي. فبتركب معك ما بيكونش فيه جاب. حل تاني. فيه ناس ما بتعملش تريم. فيه ناس بتعمل ايه؟ كوريكت. يبقى انت هنا دل تكت ان فيه ارور. وهنا فيه دل تكت ارور. وفيه هنا دل تكت ارور. وفيه هنا دل تكت ارور. فانت بتحط علامات ان دي ارور. فانت فعليا هاو تو كوريكت الارور دي. بتروح تدور على الحتة اللي شبهي الحتة دي. وتشوف الكواليتي سكور بتاعها. لو لقيت الكواليتي سكور بتاعها اعلى. فانت هتبقى. يعني مثلا. لو لقيت ان ان مثلا نفس السيكوينس ده بالضبط. جاي في حتة تانية. بس مثلا. يعني ال اي دي مثلا. اصادها جاي. او سوري. ال اي دي جاي. بس الجاي دي. الكواليتي سكور بتاعها اعلى. فانت هتبقى فعليا مور ترصد ان ده جاي مش ايه. وصلت الفكرة. فهي حتة التريمينج فيه ناس بتاخدها. فيه ناس تانية. بتبقى. لأ. تاخد حتة الارور ديكشن والارور كوريكشن. وده ممكن يكون مشروع تخرب. هاو تو ديكت. اندو كوريكت الارور. وعلى فكرة هو مشروع ماجستير. استنادي معنا في حاسبات. يعني فيه حد مسجل ماجستير في الارور ديكشن والارور كوريكشن. ناشي يا خالد. شكرا. شكرا على انك حل تهلنا. طيب. يبقى ده اللي هو استمبلد وتفاصطك يوم. طيب. انا عاوز اقول حاجة. عدوا معي الحروف. واحد. اثنين. تلاتة. اربعة. خمسة. ستة. سبعة. ثمانية. نسعة. نشورة. نواصل. ستة وتلاتين. تمام. هي ستة وتلاتين. بس عموما خلاص. انا بس كنت عاوز اشوف الريد لينف. احنا ممكن نعملها ازاي. عموما يبقى الريد لينف دي هتبقى معي المرة الجاية. اخر حاجة بس. انا كنت عاوز اوصيها لكم. لو انا عملت هنا. تيل فور. اخد اسم الفايل ده دوت فاص. ده. عملت هيد. مش هخليه تيل عشان ما اخدش وقت هيد. داش فور. بصوا كده. عمل هنا ايه? اكبر من كروموسوم واحد. وجاب لك السيكونس بتاع الكروموسوم كله وربعة. لو انا عملت مثلا هيد. وبس هشوفها العشرة. نفس الحكاية هم. ما فيش هنا قولة سكور. ما فيش فيه هنا ايه حاجة. عمل اكبر منه. والكروموسوم اسم الكروموسوم او الهيدر بتاع الكروموسوم. حاجة بقى اللي انا نسيت اشرحها. دي. داش واحد دي. او الباك سلاش واحد دي. تاني. الباك سلاش واحد او داش واحد. ايه معنى داش واحد. وساعات في فايلز تاني هتبقى داش اتنين. وساعات يقولك ملف فاسطة كيو واحد. وملف فاسطة كيو اتنين. بصوا انا هشرحها. لو حسبت ان انتو خلاص قفلته. هرجع هشرحها تاني لمرة بداية. بس انا يهميني دي عشان نكون قفلنا من النظر كله هنا. بصوا كده. اليومنا. ايه؟ لا. بصوا كده رقم اللان اللي بيبقى هنا. بصوا كده. لكن انا بتكلم على اخر واحد دي. مش فيه حاجة اسمها باك سلاش واحد. دي. سور. لا. فيه قبلها. بصوا كده. فيه قبلها ارقام كتير. خلاص. خلينا ممكن نقول اه؟ اد. هيشمل اه؟ اه? ا أول حاجة. نوع ال osob machine اصلا. رقمها. وكمان اه اه نوع которых collection ورقم اللان ورقم الHello. هو حاجات كثيرة. تمام؟ لكن اخر واحد دي. اللي هي داش وا textbook. اللي هي بيبقى بداية Side 1 دي. دي. مالهاش اللاقتنا باللان ولا باي معلومات عن social databases وهيا لها علاقة هي ممكن تقولي معلومات عن un seqln fourteen. هي لها علاقة عليه. هي ممكن تقولي معلومات عن عن السيكوينسيج ماشين هي لها علاقة بحاجة اسمها سينجل ريدز سينجل اند و بيرد اند دي بس اللي انا كنت عاوزه وصابه سينجل اند و بيرد اند تمام؟ ماشي يا خطمة؟ طيب بصوا كده انا اتفقت معاكم ان نبدي اني ايه؟ كسامبل مفيش سيكوينسيج ماشين بتقدر تقرؤه مرة واحدة فانا فعليا بقطعه حتة خلاص و كل حتة بعمل لها و بحط الادابترز و بحط الدنيا دي بتاعدي و انت بتعمل سيكوينسيج السيكوينسيج ماشين انت بتعمل لها سيتنج بتحدد الكاوريج اللي هو الاوريج نمبر كل بيز هيكرر بنسبة قد ايه؟ اتفقنا ان كل بيز بيبقى بسعر يعني فعليا عدد التقرارات ده لازم تحطه مظبوط عشان لو انت قررت كتير لازم على عسب البودشت بتاعدي في حاجة اسمها سينجل اندريد و في حاجة اسمها بيرد اندريد ايه الفرق ما بينهم؟ و انت بتعمل سيكوينسيج للدي ان ايه؟ او للار ان ايه؟ بتحدد انت عاوز السيكوينسيج لسينجل اند ولا بيرد اند؟ السينجل اند السينجل اند السينجل اند بيقرى الحتة من الشمال لليمين بالشكل ده مرة واحدة يعني girl 150ًب versatile هيقراها حتة واحدة من الشمال اليمين كده فدي سسمها سينجل اندريد بين اندريد هيقرا 150 be spare من ناحية اليمين و 150brec stacks من الجمال يعني كأن الحتة الوحدة أرى جزء من اليمین وجزء من الشمال و انت معاك المسافة الليما بينهم معلومة فانت فعلياً بتقدر تعمل بروسيسن وتعرف أنت معاك حتة من البداية ومعاك حتة من النهاية وعارف الفرق ما بينهم قديه أو المسافة اللي ما بينهم قديه أو الجابة اللي ما بينهم قديه فانت بتقدر تعمل بروسيسن بناءاً على المسافة المعلومة دي الناس تهتمل في وقت القراءة ممكن المشين انت بتختار ما بين الـ Single End وال Burden سينجل اند بيقرأ الحتة من الشمال اليمين مرة واحدة البرد اند بيقرأ عدد معين من اليمين وعدد معين من الشمال العدد المعين من اليمين بيحط باكسلاش واحد والعدد المعين في الاتجاه المخالف يقولك باكسلاش اتنين فانت لما بتبقى شايف في الملف داش واحد يبقى الحتة دي داش اتنين يبقى الحتة دي داش واحد وداش اتنين اللي اتنين مع بعض بنسميهم بيرز عشان هما مقريين من نفس الفراجمت من نفس الدي ايه فراجمت فبنسميهم توينز او بنسميهم بيرز وفعليا فعليا انت بيبقى معاك الحتة من اليمين والحتة من الشمال وعارف طول الفراجمت كله فانت ممكن تستنتج المسافة اللي ما بينهم قديك معايا ولا تهتو تمام طب لما يقولي فاصلك يو خليك بقى بما انك انت بما انك انت اللي رضيت عشان هنقفل معاك لما يكون عندي فاصلك يو وان وفاصلك يو تو انت متوقع ملفين لنفس الجينوم يبقى انت عارف ان الفاصلك يو وان في ايه فيه الحتة اللي هي كلهم داش واحد صح والتانية الفاصلك يو تو اللي هي كلهم سلاش سوري انا بقول داش سلاش اتنين صح يبقى فعليا لما يكون عندي فاصلك يو وان وفاصلك يو تو ملفين اتنين يبقى عارف ان هو بيرد اند ريدز الملف الاولاني كله فورورد سلاش وان او باك سلاش وان يبقى معنى دي كل الريدز اللي طلعه من الاند الاحمر ده والنوع التاني اللي هو داش سلاش اتنين يبقى كل الريدز اللي طلعه من الفورورد التاني او الاخضر التاني اللي هو المية وخمسين بيرد من الاتجاه التاني هيبقى ملف واحد هيبقى ملف واحد وغالبا مش هيبقى مكتوب لك فيه فورورد سلاش واحد اتنين ممكن يكون بقى عارف واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة اللي هو كل ريد ورا بعضه تمام؟ وحاجة تانية كمان انت قلتهاي اه انت نبهتيني ليها لما يكون عندك ملفين يا باشمو عمدس تمام؟ الريد الاولاني البيرز بتاعه الريد الاولاني في الملف التاني تمام؟ الملف بقى الاولاني الريدز التاني البيرز بتاعه او التوين بتاعه هيبقى الريد التاني في الملف التاني يعني دايما بتبقى سورتد ومترتبة تمام؟ وفي نفس الوقت ممكن يكون الاتنين في ملفه واحد فهيجي لك كده واحد اتنين واحد اتنين واحد اتنين uma otros انا ممكن لو جبتلك ملف او بنفسي فورماتيشن 1 2 1 2 1 2 يبقى انت عارف الريد والتوينز بتاعه في نفس الملف لو انت عندك ملف كل اللي فيه 1 1 1 1 وملف تاني كل اللي فيه 2 2 2 2 يبقى تعرف ان ال 2 كل توينز في ملف تمام تمام شكرا عشوانز كده تمام اتمنى ان انتو تكونوا تمام على فكرة انا هتقل عليكم بس مش دلوقتي هجي في مرة كده بعد ما نخلص اللينكس كومنت هديكم تحان ما شاء الله يعني ما يخرش المايا خلاص اتمنى بقى الناس تكون بتزاكر هحاول ان شاء الله رفع الفيديو هحاول بس مش اكيد لحد ما اعمل رندرينج واشوف الدنيا تبقى ماشية ازاي وكل سلام انتو طيبين وان شاء الله اشوفكم على خير المرة الجاية بإذن الله وحادتك طيب شكرا حادتك طيب حادتك عاو سحقا